مرحبا بكم في الدرس الثاني الوحدة الأولى عناصر هذا الدرس أنواع التعلم الإلكتروني أدوات التعلم الإلكتروني متطلبات التعلم الإلكتروني أنواع التعلم الإلكتروني هناك نوعين من أنواع التعلم الإلكتروني النوع الأول التعلم المباشر أو متزامن Synchronized E-Learning وفيه يتم التعلم ونقل المعلومات والدروس والامتحانات وتبادلها في نفس الوقت الفعلي للمادة مثل المحادثات الفورية Real Time Shad يعني عملية التعلم المعلم والمتعلم يكونوا موجودين في نفس الوقت للتعلم أدوات التعلم الإلكتروني المباشر له العديد من الأدوات التي تسمح بالاتصال المباشر بالمستخدمين الآخرين عبر الشبكة ومن أهم هذه الأدوات المحادثات Chatting مؤتمرات الصوتية Audio Conferences المؤتمرات الفيديوية Video Conferences والSatellite Program النوع الثاني التعلم غير المباشر أو غير متزامن الـ Eye Synchronized وفيه يتم التعلم في أوقات مختلفة ولا يلزم الاتصال مباشر وقت التعلم بحيث يتعلم المتعلم حسب ما يلائمه من وقت وما يتناسب مع ظروفه باستخدام أساليب التعلم الغير متزامن كالبريد الإلكتروني ومنتديات التعلم له العديد من الأدوات وهذه الأدوات تسمح بالتواصل مع المستخدمين الآخرين بشكل غير مباشر أي لا تحتاج لتواجد المستخدمين عبر الشبكة أثناء عملية التعلم أو أثناء التواصل ومن هم هذه الأدوات بريد الإلكتروني الـ Discussion Group أو الـ Discussion Board مجموعة نقاشات الفيديو التفاعلي والقوائم البريدية لنجاح برامج التعلم الإلكتروني وأنظمتها يتطلب توفير مجموعة من متطلبات التعلم الإلكتروني وأول هذه هي المتطلبات هي المتطلبات المادية أو البنية التحتية لا بد من توفر ووجود أجهزة الحاسب شبكات الإنترنت وجود برامجات تشغيل وجود برامج للتحكم والتعديل على الوسائط المتعددة كذلك وجود أقراص مدمجة كتب إلكترونية مكتب إلكترونية معامل إلكترونية وكذلك مدربي أو ما يسمون بمعلمين مصادر تقنية المعلومات بهدف تدريب المعلمين والمتعلمين على مهارات استخدام التعلم الإلكتروني ودمج التقنية في المنهج الدراسي وفق متطلبات العمل ثانيا متطلبات بشرية أو فريق المشروع لا بد من توفر مدير المشروع مصمم للمحتوى التعليمي مدير للنظام هناك أشخاص خبراء في موضوع التعلم الإلكتروني والتعليم التدريسي للتعلم الإلكتروني وجود مبرمجين وجود أشخاص مسؤولية عن الرسوم وكذلك التصميم وجود أخصائي للشبكات وهم مسؤولين عن صيانة الشبكة والموقع وجود معلم وهو المسؤول عن تقديم المحتوى وعرضه سواء تزامنيا أو غير تزامنيا ويشارك كذلك مع الفريق في إعداد وتقييم المقرر الإلكتروني ثالثا متطلبات تنظيمية وهذه المتطلبات التنظيمية من المتطلبات اللازمة لينجاح نظام التعلم الإلكتروني ومن أهمها لا بد من توفر مناخ تعليمي لأسلوب التعلم نستفيد من التجارب السابقة في مجال التعلم الإلكتروني ونقوم بمحاولة الاستفادة منها نحتاج إلى أن نطبق معايير وجودة عالية أحتاج لوجود إشراف أكاديمي على البرامج التعلم الإلكتروني وتوفر الحوافز والمتطلبات لهذا التعلم وإنجاحها كذلك أحتاج لعملية التحديث المستمر ومتابعة التطورات السريعة في المجال الإلكتروني وآخيرا وجود جهة إعلامية تقوم بعملية التوعية والدعاية للتعلم الإلكتروني وأنظمة وتقوم بتعريف كذلك بآلية استخدام أنظمة التعلم الإلكتروني أشكركم وألتقيكم في الدرس الثالث من هذه الوحدة